موسيقى مشاهدي سبوتشوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج وشات مزارضي في اليوم خالد علي الصلح وهو مرشع عن المقعد السني في دائرة بعلبك الهرميل أهلا وسهلا فيك فيك تأهيل نحن يسعدنا أن نكون معكم هلأ بها المقابلة ونشرح وجهات نظرنا وأهدافنا وبرنامجنا الانتخابي ونشرح شوية عن معانية أهلنا منطقة البعاء وخاصة بعلبك الهرميل أستاذ خالد أنت مرشع عن لائحة الاتلاف والتغيير وهي لائحة من دوما تخبى ورأ أسبوعنا هي لائحة عم تنافس بعلبك الهرميل عم تنافس واقع سياسي موجود من زمان ومنهم لائحة الثنائية الشيعية هل هذا شيء ما بيعاد جرأة بالنسبة لك؟ لك المنافسة أنا مش مستصعب المنافسة ولكن الصعوبة هي بالأنون الانتخابي الحالي اللي هو ما بيمثل تمثيل ديمقراطي ما بيعوكي تمثيل ديمقراطي للواقع الحالي والصعوبة أيضا بالحالة اليوم اللي احنا عم نعنيها بحالة السوق الأحوال المعيشية والمشاكل المتعددة نصلنا للمشكلة اليوم النقليات غلى المحروقات الكهرباء الكهرباء ولو بمجاه الأفريقية صار الكهرباء آخر هام عنا بلبنان ولو وين أصحاب الخمسة واربعين مليار وين المليارات اللي راح نطلع بلا كهرباء لحد هلأ يعني هذا شيء مؤسف هذه المعانية اللي عم نعنيها هذا الصعوبة بالوضع الحالي قانون غريب عجيب فعلا يعني حضرتك أكيد وجهت صعوبة بتركيب اللوائح وبالحواصل وبالأصوات أنت مطمن من هذه الناحية أو قدرت ترجع ترتب أمورك والاستعدادة للانتخابات؟ هذا الصعوبة فعلا كان فيه صعوبة لأن الثورة هي مجموعات لأنها هي أحزاب قائمة وتأخذ أرارة ذاتي وتقدم الرشحية وتقدم أرارة في عنا مجموعات يعني إحنا تعبنا لحتى عملنا اقتلاف بالبداية من مجموعات متعددة من قوة الثورة وخللنا مجال مفتوح لكل القوة الأخرى والجمعيات اللي بدأت تعاون معنا بالاقتلاف وكان في عنا اقتلاف اشتغلنا عليه نحنا بإعادة بالنجموعات ومن ضمضة طالع عنا إجاء الانتخابات وإنه أخذت نفوت بالانتخابات وكان من الخيارات الأكترية أنه كان خيار عندي من التجمع اللي أنا في جمعية تجمع ابناء معلبك والاقتلاف أنه أنت خيارنا للترشيح نكون مرشح ومن ثم طلعنا كمين على الحاي وعلى أهل المدينة منك خايفين في مرشحين تانيين كانوا عم يترددوا وعم ينسحبوا لهلأ من لوائح موجودة بمناطق نفوذ الثنائية الشيعية حزب الله وحركة أمل حضرتك تعرضت لضغوطات تعرضت لنوع من التمنيات أنه تنسحب أو شيء من هل القدير لك الحقيقة بدي أعطيك شغلي مهمي كمين مرأت معي بس يعني من النوع شو بدي يعني نحن بفايت أنا بالحراك الثوري وأنا موجود بالساحات والحوارات مع كل التحالفات والقوة اللي كانت بالثورة اللي هي عانت الثورة عانت من الترهيب وتخوين والأحوال المعيشية والأحوال الضيئة عانينا منها كلنا بهالحراك المدني ووصلت لمحال الكورونا كمين الأثرت علينا بالتحركات اليوم يعني لقينا صعوبة لحدك تجمع أنت كل هالقوة بالتالي طلعنا باليقحة ومعتبرها وفيها شخصيات مهمة على مستوى ثقافي تعرضت لضغوطات أو تخديدات لا كريد ضغوطات أنا في شوية يعني وصلوا معي بعد الجهات أنه لا يكون باللاقحة تانية غير لقحة الثورة مين اللاقحة تانية اللاقحة تانية هناللي حابين كانوا يروح فيها التحالفات اللي خلقت بعض الجهات السياسية بعد المستقبال اللي ظهرت هلأ على بعض المستقبال وحط باتجاه كثير يعني اتصالات أنه كوم معهم بحلف أنا مقبلت اللي كوم بهذا الخيار لهم شو ما كانت لكن هذا الخيار اللي اخترته حضرتك وخيار يعني بالثورة اللي صارت بسبعتاشة الشريط كانت عم تنادي بإسقاط سلاح حزب الله وبشعارات حزب الله أبدا ما كان عم بيتقبلها بالعكس عمل ردة فاعل عنيفة تجاهها حضرتك بتشوف أنه مثلا نزع سلاح حزب الله هو من ضمن الشعارات لذلك لازم تحملها الثورة وأي مشروع بيهدف لنهضة البلد لكن أنا بدي أحكي بهذا الموضوع السلاح والمقاومة نحن أساسا المقاومين العدو السيوني والأتداءات اللي كانت تحصل نحن من زمان من زمان بعيد ومن انتلاقة المقاومة كل المقاومات اللي كانت المقاومة المنية المقاومة الفلسطينية كنا منعشرين وما نزل أنا بأمن بالقضية الفلسطينية عضية مركزية وكنا مقاومين اللي بيقاوم ضد العدو الإسرائيلي نحن شو ما كان نحن معه بس أما المتوجه السلاح للداخل هذا شعل آخر نظرة ثانية كيف نعرف قلب الباكيين عن حضرتك شو بك تقول لهم أنت إنسان يعني عندك اهتمام بالزراعة وعندك وجود بالأرض قلب الباكيين أنا بيئة زراعية بيئة عمال وفلاحين وزرعين أنا بيئة المثقفين والطلاب يعني في صفحة أعطاني أحد الناس القيمين بقلبك بقول لي أنت العامل المثقف وأنا بفتخر بهذا اللقب الأعطاني حقيقة من هذا المنطلق أنا من هذه البيئة من هذه الناس أنا قريب للناس من أني قدير من بيئة زعائم على الإبن زعيم أو من طبع الصفقات والتعهدات اللي جيشنوا منها المليين واللي هي وصلت للدولة لإنهيار ولا أنا من جماعة المهربين والتجار وغيرها تجار ممنوعات بس رح تتعرض للتخوين أنت مرشح أنا مش خايف أبدا يعني ضد نهج المقاومة لا 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 أبدا أنا مش خايف هذا الموضوع أنا إذا التعريف أعطينيه المقاومة تكون مقاومة ضد إسرائيل إن إحنا كلنا مقاومة وإننا وقفين معها مقاومة نسبقين كمان حتى أما بالوضع الحالي أنا بقول الوضع الحالي للي اللضع حاد للفلتين اللي حاصل وخاصة عندنا بمنطقة بعلبك فلتين الأمنين أنه يكون حاصر السلاح وحاصر القرار العسكري بيد الدولة عم تنادي بحاصر القرار العسكري بيد الدولة اللبنانية أيضاً يعني سلاح حزب الله المتوجد بكثرة في منطقة بعلبك الهرمل هو سلاح تعتبره غير شرعي؟ أه وأي سلاح بالشارع بيهدد أمن المواطنين ويرهب بيرهب الأطفال وبالقذائف وتلاقي النار العشوائي والرصاص الطيش والقذيف هذا ما بيعود سلاح مقاوم هذا بيصير السلاح يعني أنت عم تقولي أنه عم يستخدم بأمور أخرى غير مقاومة إسرائيل هذا أنا بقول أنه هذا السلاح نحن ضد ضد أن يكون موجود أبداً شو رح تعمل كم رشح؟ وطالب الدولي أنه توضع حد نهائي جزري لكل هذه الحالات شو رح تعمل كم رشح؟ اليوم ما بيظل الأزمة الحالية عم نشوف كيف عم تكتر عندنا عمليات الخطف عمليات الخويت فرض الخويت عمليات السرقات تعدي على أملكة العامة تعدي على أملكة الخاصة هذا بيظل شو سلتين أمني وسلاح متفلت يعني أنت بتوعد الناس اللي رح تنتخبك في حاله وصلت لخبة الورلمان بخصوص السلاح غير الشرعي شو رح تقعدهم؟ نحن بنقول حتى هيدا الموضوع على طاولة الحوار للمؤسسات من السلسة الدولة وتوضع حد حل لكل هذه الأمور نحن في مرحلة انهيار تيم من كل قطاعات ومبقية حمل المواطن بيزم يبقى حل الحلول السياسية وديمقراطية يكون مقبولة ونغير النهج القديم كله نحن في ذا المنظومة أثبت تفشلها ولا يمكن أن هي بعد توضع الحلول لذلك نحن مع التغيير نغير هذه المنظومة كلياً كلهم يعني كلهم أنت نزلت على الثورة ومن يحمي هذه المنظومة من يحمي هذه المنظومة مين؟ هؤلاء اللي بيحامين هادة ومحافظين عليها وبعضهم عم يشتغلوا عليها إنه ده الوجودة مين هي اللوائح اللي بتعتبرها منافسة لألك بمنطقة طبع الباك الهرمل في عنا ثلاث لوائح أساسية لائحة الثنائة لائحة القوات ولائحة اقتلاف التغيير لكن لائحة اقتلاف التغيير زادت حظوظها بالربح خصوصاً أنه عم نشهد انسحابات من لائحة القوات بالزبط أدي حظوظ نجاحك أنت تحديداً ولائحة اقتلاف التغيير نحن نقدر نشهد خرق؟ لكن كل هدفنا أنه نوصل كانتخابية أنه نأمن حاصل لأنه حاصل ضروري حتى نقول أنه أرقام انتخابية أرقام لو كان هدفنا أنه لا نحن موجودين وثبت وجودنا وما بيكفي فيه أمل لأنه للخارق ونوصل لنوقض حاصل كنا عم تصندف أن نحن لائحة لائحة ثالثة لكن هلأ بعد الانسحابات اللي حصلت على لائحة القوات اللبنانية لأن الحقيقة صارت لائحة لائحة المنافسة لائحة الثانية أكيد ما فيه واقع ما بيفرض حاله هو العدد الانتخابين الواقع البكالهرم المعروف شو هو يتميز بالسناء الشيعي وهنا سناء متماسك يعني أنت مع أنه اليوم الناس في استياء حتى من كل كل عمليات الانتخابية ومن كل النواب السابقين نواب السابقين والإعادة وترشيحهم مرتين يعني لفترة زمنية طويلة ثلاثين سنة ويرجعوا يجيبوا نفس الشخصيات ليهوا أصبت ما أصبت نجاحة ولا عملت شيء بالمنطق بالبلد أعلبك بحاجة لإشة كتير لذلك نحن طارحين نفسنا للتغيير ولنخلق نهج جديد بس عم تتهموا من قبل السلطة أنه أنتم عندكم مشروع ومفككين ومشرذنين بدي منك وعد توعد أربع البكيين اللي عم يسمعوكم عم يتعرفوا عليك حالياً شو بدك تقول له؟ بدي يقول له معلش أنه نحن الثورة هي انطلاقة سلمية نحن مش انطلاقة عسكرية لحتى نقل بموازين وبالسرعة وكانت مجموعات يمكن فيها مآخذ على الثورة أنه ما نظمت من البداية عملت تنظيم وطلعت بقيادات قيادات ظاهرة ويمكن هذه مآخذ متأكد أنه كانت عملت هلأ ردت علينا سلبية ولكن بالتالي اللي عنده خيار وعنده الناس عنده هيدا التوجه نحو التغيير لذلك مع الناس عند جهدنا وندل محافظين على هيدا التوجه وننظمه أكتر وأنا هدف كمان أن نعمل منصة على السعيد كل لبنان وأي مجموعة بتوصل كانت عدد قليل وعدد كبير بتوصل لمجلس النواب تمثل كل لبنان ونكون نحن دائمين شعبياً لهيدا المجموعة اللي هي بتمثلنا اللي هي لازم تعمل على التغيير لنوصل لمحال رائب ونحاسب ونلاحق كل المؤثرين وكل الجماعة المنظومة اللي وصلوا لبلد الانهيار عملت شيء يعني حسابات انتخابية لعدد الأصوات لعدد الحواصل أو ممكن تشوف الداعمين يعني من العائلات من لما تشوف إمكانية الخرق لك حركنا ببرودي بالحقيقة ولكن من اللي شفت التشجيع الناس ورهبتها بالتغيير قام اشتغلنا اشتغل بسرعة وصورت يعني صارعنا الحافز أنه لأ لازم نوصل وفي خيارات لأنه وخاصة يعني يمكن يكون اللي عم يشتغل عليه مثلا القوات أنه ياخدوا حاصل ياخدوا اللي عنده هو مجموعة من الرصيد الشعبي أو العدد الموارني أو المتحالفين معهم أنه يطلعوا بحاصل إلا القوات اللبنانية هيدا يمكن أنا توقعاتي إذا بدني وصلوا لحاصل بياخدوا واحد ممكن مين رح يمولك تحديدا بالانتخابات والله نحن تمويل في للمكنة الانتخابية في نحو الوطن قد مين أنه هن بس 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 بمكنة الانتخابية يعني للمندبين تنظيمون وشو بيه قديم طلباتهم والنقل نقل يعني من الطلبات اللوجستية والمكتبية اما تمويل مالي ما في نحن جماعة الثورة يعني حقيقة وضع تعيش جدا مع بيقولوا انه عم تتمولوا من السفرات والجهوز هن هودي اللي بيقولوا هنه عم تتمولوا من السفرات لانه ابدا ما في عنا وحتى بحوارنا مع المنصات اللي هي عم تقول انه قدى متل مكينة الانتخابية اثبتونا انه هن كل الارادات اللي عنده هن التبرعات خاصة مغتربين ومقيمين لبنانيين في لفتني شعار حملتك الانتخابية هو لي شرف المحاولة من اجلكم شو بتعني بهذه الجملة تحديدك؟ يعني انا هادي محاولة بعتبرها وانا لي شرف اني اتقدم كمرشح وحتى نقول انه من اجل الناس اللي اللي عم تعاني اللي عم تسمع اللي عم تشوف الحالة هايدي والصرخة الكبيرة اللي اعمى بين الناس اللي بين معانيتهم من الحال المعيشية ومتل ما قلنا والمشاكل حاضلة على الانهيار الكتاعات الدولية كلها اليوم عم تآكل عم تنهار يعني شي مؤسف ان نوصل لمحال نحن الامل هو انه كنا نوجد حال ننهض من جديد لقعادة بناء هالبلد وتغيير المنظوم انت الامل برأيك تعتبر حالك الامل اللي اهل بعلبك عم بيدوره عليك؟ حقيقة نعم انا بعتبر هدا اللي فيه امل ان شاء الله والناس كتير توجه تجاهنا اللي احنا نعم متفاجأ بتشجيع الناس وتحفيزنا اللي قلنا انه ندل بهالهمة وان شاء الله انه نوصل لمحال ونوخد نتيجي السؤال هيكي على الهامش قبل منختم بتشريع الحشيشي وهو هذا الشي عطول بيتكرر وبينسأل بصيغة اول شي ممكن المزعيح واحيانا بصيغة جد معلوك الهربل هي منطقة بتستحق انه يصير فيها استثمار لهذا الموضوع تشريع الحشيشي عندك انت رؤية لهذا الموضوع؟ لك يعني اليوم صارت متل اي زراعات هي عم تعاني كمان مثل نفس الشي لانه هذه الحالة الحشيشي يعني سيطة لبعلبك ومين عم يستفيد منها؟ كان يستفيد منها التجار والمهربين اما المزاري عشو بدي بيك يعني اي زراع بس لعدم توفر مثلا احيانا المقاومات الزراعية اللي هي الزراعات نقول البديلة الزراعات المطلوبة بتتجيه الناس لمناطق البور المناطق اللي بعيدة شوية كمان على عيون الدولي اه عيون الدولي تقريبا بتتم هذه الزراعات مع قونا نتألتك من الاشكال؟ يعني اذا يعني صعب انضباطها ضبطها صعب ضبطها نقول انه نزرعها ونسلمها للدولي لحتى غيات طبية او غيات اخرى ولكن صعب ضبطها هذي هذي الامور يعني لو يقدموا شي للفلاحين مقابل يعني اسمعنا مشاريع بديلة ما في شي ولا شي ولا تحقق شي منها بدي منك رسالة لقلب الباكيين واللي عم يسمعوك شو بتحب توصل لهم وشو بتحب تقول لهم لحتى ينتخبوك؟ منقول نحنا املكون نحنا ما هنقول انه هنقدم مشاريع هلا ونقول يا والله خلاص هلا بدي اعمل سكت الترينو ويفتح نفق تحت السلسل الغربية انا بقول انه اذر المستطاع نعمل اذر المستطاع وبقول اهل معلبك انه بكرة انتو جربونا وبكرة حاسبونا نحنا مع المحاسبة اذا الله وفقني والله بدي التوفيق بدي اتشكر كتير على وجودك معنا اليوم انا كتير مفتخر يكونوا تشرفوا مع القناة هذه الاعلامية انه نقدم صوتنا والناس ويعطيوكم الف عافية شكرا كتير لك مشاهدينا كرام هيك منكم وصلنا للانهاية تادي الحلقة شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء اشتركوا في القناة